وجدنا تبون على مأساوية اللحظة لكن أحيانا هذا التبون يتصرف تصرف المهرجين وجدنا تبون ينقل عنه أنه حزين لمقتل ابن وائل دحدوح ولمتعرض له الأسرة لكنه لم يستطع أن يقول أن نتنياهو ووزراء وجنرالاتهم الذين يقتلون الفلسطينيين بالآلاف وأنه قتلا إجراميا وأن نتنياهو يجب أن يأخذ إلى محكمة الجنائية الدولية هو جنرالاته مثلا لم يقم بما قامت به محكمة جنوب إفريقيا أو بوليفيا بأن يكون يرفع إلى محكمة العدل الدولية وبالمناسبة أحيانا الناس لا يفرقون بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أنشئت حديثا في بداية أممكن في 2002 أو 2003 قبل حول 20 عام ومقرها روما وإلى آخر وهذه تتعلق بالأفراد أي الأفراد سواء كانوا ملوكا أو رؤساء أو جنرالات أو كبار شخصيات أو الذي ترفع ضدهم قضايا مثل مثلا رفعت قضية ضد البشير حاكم السودان الذي أسقطها بانقلاب قبل أربع سنوات خمس سنوات تقريبا الآن أبريل 2019 مثلا أو كانت أيضا ضد بعض الأسماء في إفريقيا إلى آخره لكن محكمة العدل الدولية هي محكمة بين الدول قضاتها هم قضاة 15 قاضية يختارون من الدول أي أن دولهم هي التي تقدمهم ويتم اختيارهم أي أن محكمة رسمية أممية بابي الحكومات والدول وهذه كل دولة عضو في الأمم المتحدة تستطيع أن ترفع لها قضية محكمة الجناية الدولية البعض يقول عندما تكلمنا قبل أسبوعين قلنا لماذا هذا تبون ومن معه لماذا لا يرفعون ضد نتنياهو وراحوا يتدثرون ببعض المحامين وجابوا مجموعة من المحامين وقالوا لك رفعوا ضد نتنياهو لماذا لا ترفعون أنتم لماذا ليس باسمنا الدولة الجزائرية ترفع مثل ما رفعت خمس دول محامين تحرفعوا ضد نتنياهو وغيروا قالوا آه لأن الجزائر ما هيش عضو في محكمة الجناية الدولية حتى عندما لا تكون عضو في محكمة الجناية الدولية تستطيع كدولة أن ترفع القضية هذا واحد ضد أفراء أما ضد الدول فهي في محكمة العدل الدولية كل أعضاء الأمم المتحدة والجزائر عضو في الأمم المتحدة منذ أكثر من 60 عام حتى قبل استقلال الجزائر كانت عضو في الأمم المتحدة كان بإمكانها كان بإمكان العصابة التي تتحكم في الجزائر الجزائر أسيرة للأسف أن ترفع قضية أما كما فعلت جنوب إفريقيا لكنه نحن عندنا وكلاء هذا وكلاء استعمار هذا جواسيس ووكلاء استعمار عملاء لا يستطيعون والحقيقة مش هم برك حتى أردوغان مثلاً الذي يخطط طول الوقت ويتحدث لا يستطيعون أن يرفع دعوة ضد إسرائيل في المحكمة العدل الدولية ولا الإيراني ولا العراقي ولا السوري ولا ما كانش طبعاً بن زايد ولا بن سلمان ولا السيسي هذا لا ينتظر منهم شيء لكن فقط نحن لي يزعمون أفريقيا الجنوبية لا هي دولة عربية غضوها العرب اللي يقتلون هناك مسلمين ومسيحيين في فلسطين ولا هي دولة مسلمة غضوها المسلمين اللي يقتلون هناك إنما أخذتها من منظور بشري وإنساني وأنها أيضاً هي تعرضت تعرض الأفارق في جنوب إفريقيا لنظام عنصري يشبه الإسرائيلي بل أبشع منه الإسرائيلي أبشع منه لكن السؤال يطرح لماذا لا تنضمون يا سيدي انضموا كما بوليفيا ما رفعتهاش ما كانش عندكم الشجاعة انضموا كما بوليفيا فقط انضموا لها ما كانش